بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسس سالم الهشري سنواصل شرح مقارن كيميا عضوية واحد وسنمر الآن إلى شرح مصطلح الحمضية والقاعدية في الجزء السابع لنفس المحور الثاني إذن بداية سنقوم بتعريف برونستيد لوري للحمض الحمض بالنسبة برونستيد لوري هو المركب الذي القدر على إعطاء بروتون فكما تلاحظون المركب هنا يحتوي على البروتون إذن عملية انكسار رابطة بين A و H تعطينا A سالب و H موجب فبالتالي إذن هذا المركب يسمى مركب حمضي حسب برونستيد حسب برونستيد لوري أما بالنسبة للقاعدة فبرونستيد لوري يطلق على القاعدة هو المركب الذي له القدرة على تقبل بروتون يعني لدينا مركب له قدرة على أن يتقبل بروتون خلال هذا التفاعل التالي فنتحصل إذن على مركب التالي بعد إذن تقبل بروتون مثال هنا مركب ال-NH3 يقوم هنا بالتفاعل مع البروتون فنتحصل إذن على الأمونيوم NH4 موجب إذن القاعدة NH3 يمثل قاعدة وال-NH4 موجب يمثل إذن حمضة كما يطلق عليه إذن برونستيد لوري بالنسبة للتعريف الثاني للحمض والقاعدة هو تعريف لويس بالنسبة للويس المركب الذي له القدرة على تقبل زوج إلكتروني هو حمض إذن كل مركب يحتوي على عنصر يحمل مدار فارغ أو كما تلاحظون هنا يرمز إليها بهذا المدار الفارغ يعني بالخانة الفارغة هنا فهو إذن مركب حمضي لأن الخانة الفارغة أو المدار الفارغ كما سبق وشرحنا ذلك له القدرة على أن يستوعب زوج إلكترون هذا مدار فارغ إذن له القدرة على أن يستوعب زوج إلكترون إذن هذا المركب التالي ALCL3 الألمينيوم هنا تحتوي على خانة فارغة فبالتالي إذن يمثل هذا المركب حمض لويس لأن الألمينيوم له القدرة هنا على أن يستقطب زوج إلكترون نفس الأمر كذلك بالنسبة للبورن هنا هنا مراكب BCL3 البورن هنا له خانة فارغة ولها القدرة على أن تستقطب زوج إلكترون فبالتالي يسمى هذا المركب كذلك حمض لويس الزينك هنا يحتوي على خانتين إذن له القدرة بتحال على أن يستقطب زوج إلكترون داخل إحدى الخانات فبالتالي إذن يعتبر حمض لويس نفس الشيء كمان كذلك الكاربوكاتيون الكاربوكاتيون أي تحمل على خانة فارغة إذن له القدرة كذلك على أن تستقطب زوج إلكترون فبالتالي تسمى حمض لويس الهيدروجين كذلك يحتوي على مدار 1S فارغ فيطلق عليه كذلك حمض لويس أما بالنسبة للقاعدة فهو المركب الذي هو القدرة على إعطاء زوج إلكترون هذا بالنسبة لتعريف لويس أي أن كل مركب يحتوي على عنصر يحمل زوج إلكتروني حر فهو يطلق عليه بقاعدة لأن هنا مثلا لو أخذنا هذا المركب الان سي أل ثلاثة إذن النيتروجين تلاحظون أنه يحتوي على زوج إلكتروني حر إذن هنا النيتروجين له القدرة على أن يقوم بإعطاء زوج إلكترون من خلال ارتباطه بارتباطه مثلا بعنصر آخر يحتوي شحنة مجيبة إذن المركب هذا المركب يتصف بالقاعدية حسب لويس كذلك الأمر بالنسبة للأكسجين هنا تحتوي على أزواج إلكتروني حرة كما تلاحظون في مركب الماء فبالتالي إذن مركب الماء يعتبر قاعدة حسب لويس كذلك الأمر بالنسبة الـ OH سالب الـ OH هناك زوج إلكتروني حر إذن كلما وجد الزوج إلكتروني حر فتلك المركب يسمى بالقاعدة حسب إذن تعريف لويس